اعلن الاتحاد الدولي ويأتي منح سموه هذه الجائزة تقديرا من جانب الاتحاد لجهود سموه في قيادة مسيرة التنمية في المملكة معزز من مؤشرات تنمية العنصر البشري وأسهم في تبوء مملكة البحرين مكانة متقدمة في تقارير التنمية البشرية العالمية ولدى حضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء افتتاح عمال مؤتمر دروس من القادة نيابة عن سموه هن معالي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة بمناسبة منح سموه هذه الجائزة المرموقة التي تعتبر بل تعبر عن تقدير المنظمات الدولية لما حققه سموه من جهود رائدة في مجالات التنمية البشرية التي تندرج ضمنها سمة القيادة بوصفها أحدى ركاز التنمية وأكد معاليه أن تفضل سمو رئيس الوزراء برعاية هذا المؤتمر يعكس ما يتمتع به سموه من نظرة ثاقبة وسعة أفق وأيمان راسخ بأهمية دعم وتشجيع صناعة القيادات فسموه مدرسة قل لها نظير في التميز والعطاء وسنظل ننهل من معين ما يكتنزه من خبرات لا تنضب في القيادة والإدارة والحكمة وبهذه المناسبة أكد معاليه أن البحرين تسخر بقصص نجاح مبهرة تقف وراءها قيادات استطاعت أن تتميز في مجالات أعمالها بفضل السياسة التي تنتهجها الحكومة الموقرة القائمة على التحفيز والتشجيع في أبناء هذا الوطن وأضح معاليه أن الحكومة الموقرة لم تخفل في برنامج عملها 2015-2018 ضمن محور الأداء الحكومي لم تخفل عن أهمية التطور الوظيفي بالنسبة إلى منتسبي قطاع الخدمة المدنية وصولا بهم إلى تبوئ مراكز قيادية من خلال تقديم برامج خاصة لرفع مستوى القيادات التنفيذية ووضع خطة لإعداد وتأهيل صف ثاني من القيادات والموظفين في كل الوظائف المهمة كما أثنى معاليه على الدورة التي تطلع به جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية التي استطاعت أن تجتدب الأنظار نحو البحرين خلال استضافة وتنظيم هذا المؤتمر الذي يشارك فيهم متحدثون عرب وأجانب يمثلون كبرى الشركات المتخصصة في مجال القيادة والإدارة في العالم إلى جانب ما يقارب من 700 مشارك من مختلف الأقطار مؤتمر ومعرض الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب جاء ليكمل عمره الخامس والأربعين من المنامة ويقدم دروسا في القيادة تجارب وقصص نجاح ما بخل المؤتمر في جلبها إذ تم الكشف خلال حفل الافتتاح عن قائمة المشاركين والمتحدثين من قادات ورؤساء تنفيذيين ممن لهم في نجاح القيادة قصص ليصطحبون معهم بنماذج انتاجاتهم الرائدة في المنطقة والعالم المؤتمر هو نقلة نوعية مثل ما لاحظتم حتى في الافتتاح نحاول نسلط أنها تكون دروس من القادة استخدمنا أكثر من عشرين خبير من كل أنحاء العالم خبراء في الفيلد أو في ناحية الخبرات كلهم في مجاله منهم الأكاديميين ومنهم رجال أعمال ومنهم أصحاب شركات فكلهم بيعطي خبرته في مجاله المؤتمر هذا يأتي في وقت مهم جدا هو وقت انصح التعبير فيه لا شك تحديات لكن هذه التحديات إن شاء الله تتحول إلى فرص والاستثمار في الإنسان هو لا شك هو الاستثمار الأمثل واللي مردوده كبير على أي مؤسسة وعند كلمة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة تطرق إلى أهمية تحل القائد بصفات القيادة الأساسية التي تمكنه من إيصال رؤيته وتحقيق التواصل المنشود وطرح بذلك مثالا بحرينيا وهو نيل البحرين شرف تنظيم بطولات الفورمولا واحد في الهند وأبوظبي وقريبا في أذربيجان هناك مثال يفتخر في كل بحريني وأنا بحكم علاقتي بالحلبة إلى مؤخرا وحكم اختلاطي بهم وحتكاكمهم بصفة يومية أثناء الفعاليات حسيت فيهم روح الوطنية حسيت فيهم روح التضحية حسيت فيهم الطموح أن كل واحد يحب أن ينتج بدون لحتى يطلب منه ويقدم عطاء 200% خصوصا في وقت الفعاليات وهذه بالنسبة لي كلها علامات قيادية وفي اليومين القادمين سيكون المشاركون والحضور على موعد مع مواضيع تهتم باستثمار المواهب البشرية المستقبلية والتغلب على صعاب التحديات المتسارعة في بيئة الأعمال وللبحرين في ذلك أمثلة وأوراق بسامل بدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين